تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان الطريق الدائري لمحافظة الأسكندرية والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وأشار وزير الإسكان إلى أن المحور يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي وساحل الشمالي ومناطق التنمية بمدينة برج العرب ومحيطها إلى الطريق الصحروي مباشرة ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية